موسيقى مشاهدي الكرام أهلا وسهلا ومرحبا أحييكم مقددا إلى حلقة جديدة من برنامجكم بالمكشوف هل آن الأوان لأن تثوروا على الظلام؟ الظلام الذي دائما ما نبحث عن النور لكي يزيحه أنتم النور الذين ستزيحون هذا الظلام الذي خيم على اليمن وعلى اليمنيين ما يقارب الأربعة أعوام هذا الظلام الذي قاد حربا مفتوحة ولا يريد أن يغلقها أراد من الآخرين أن يكونوا شركاء في هذه الحرب ويمنع عنهم أن يكونوا شركاء في نداء السلام وحينما حصر ببرنامج السلام القزئي في جينيف افتعل فعلته ورفض أن يغادر وفده من مطار صنعاء وتحقق وتعلل بأنه إذا امتطى أي طائرة تتبع الأمم المتحدة فإن وفده لن يعود والحقيقة رفضهم للذهاب معروف لحاجتين إثنة لشيئين إثنين الشيء الأول أنهم أرادوا عن طريق الطائرة العمانية وكما يعلم الجميع نقل بعض ما يخصهم سواء من القرحة من القيادات الكبيرة التي لا يريدون الإفصاح عنها أو يريدون نقل بعض الخبرات القادمة من إيران ومن حزب الله عن طريق الطائرة العمانية في كل الأحوال هذه العصابة هي ترفض السلام لأنها تدرك أن السلام لن يكون في صالحها وأنها ستموت لذلك تحاول بكل ما أوتيت من قوة أن تبقي على هذه الحرب مفتوحة إلى ما لا نهاية وخلال الأربعة الأعوام الماضية حولت اليمن إلى خراب وإلى ركام وكذلك أدخلتها في فوضى عارمة حطمت الاقتصاد وعادت اليمن إلى عصور التخلف كل ذلك في اعتقادي وفي اعتقادكم أيضا أنه كفيل بكسر حاقز الخوف والثورة في وجه الظلم هذا الظلم الذي حل باليمن وباليمنيين الذي لم يشهد التاريخ له مثيلة لا شك أن الشعب كله حاقد على هذه العصابة التي غذته بالكراهية وهو ينتظر الفرصة المواتية ينتظر الشرارة الأولى لينقضى على استبداد هذه العصابة الإجرامية وهذا يحتم على الاتحادات وعلى النقابات وعلى المنظمات والجمعيات أن تعب الناس بروح الثورة للخروج على هذه العصابة التي أصبحت أوهن وأضعف من بيت العنكبوت ولم تعد لديها القوة الكافية التي تمكنها من البقاء كل ما يحافظ على بقائها هو خوف الناس من الخروج والغضب في وجهها وهي تستخدم أيضا قوة السلاح لكن من المعلوم أيضا بأن السلاح لا يمكن أن ينتصر على غضب الشعب وعلى إرادته عبر التاريخ وفي كل العصور وأمام كل العصابات وأمام كل قطاع الطرق الذين يشبهون هذه العصابة إلى حد كبير دائما الشعب يكون هو المنتصر وتذهب العصابات إلى مزبلة التاريخ بل وتصبح من الماضي وكلما مر عليها الناس لعنوها سابقا ولاحقا هذه العصابة تقتدي بالخميني وبثورته وتحاول أن تضع الحافر على الحافر وتسلك طريق الخميني في كل ما مارسه في إيران وكل ما حافظ على بقائه وبقى ما يسمى بالثورة الإسلامية في إيران حتى يومنا هذا لكن مع الفارق أن إيران كان الجميع قد توجه لتقويض مؤسسات الدولة في ذلك الوقت مما مكن الخميني للقفز على رأس السلطة بالتعاون مع الأمريكان ومع الفرنسيين والألمان والبريطانيين كما تعلمون كان الخميني يعيش في ضواحي باريس وكانت الثورة الإيرانية ثورة شعبية حقيقية ضد الظلم وضد الاستبداد في وجه الشاه فاستطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحرف مسار هذه الثورة لتقعل الخميني على رأس هذه الثورة مثل ما فعلت باليمن تماما الولايات المتحدة الأمريكية حاولت أن تغير مجرى الأمور لصالح هذه العصابة وحاولت أن تقعل هذه العصابة ترفع شعارات منزوعة من دلالتها ومن معانيها الحقيقية مثل ما فعل الخميني تماما أيضا بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية حينما عاد وهيئت له الظروف ليركب موقع الثورة الإيرانية وبدأ يرفع شعار الشيطان الأكبر والموت لأمريكا والموت لإسرائيل مثل ما هو حاصل مع هذه العصابة بالتحديد طبعا الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن لتستطع أن تمكن الخميني من قيادة الثورة والقفز للصفوف الأمامية ما لم تكن قد هيئت له الوصول إلى السفارة الأمريكية واحتجاز الدبلوماسيين الأمريكيين داخل السفارة ليتحول الخميني إلى مشعل للثورة المتقدة داخل الشعب الإيراني وليغير موجة هذه الثورة من الغضب على الظلم وعلى الاستبداد إلى غضب ضد الولايات المتحدة الأمريكية وهو لم يكن يدرك بأنه أفرغ من طاقته الحقيقية في صناعة الثورة وأفرغ أيضا من قدرته على التعاطي مع الولايات المتحدة الأمريكية سلبا وإيجابا وهذا ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل حيث صنعت هاتين الدولتين في غفلة من العقل الاستبداد في المنطقة العربية والإسلامية أفرغت فكرة المقاومة المقاومة الحقيقية التي كانت تقف في وجه العدو الصهيوني وكانت هذه المقاومة تخلق تراكما معرفيا وتراكما في القوة وفي القدرة للوصول إلى خلق معادلة على أقل تقدير بينها وبين الكيان الصهيوني لكن الكيان الصهيوني استطاع بواسطة إيران وأذرع إيران في المنطقة ومن ضمن هذه الأذرع المتأخرة هي عصابة الحوثي بالتأكيد أفرغت المقاومة من معناها الحقيقي لمواقهة إسرائيل وأصبحت اليوم المقاومة داخل البلدان العربية توجه سلاحها للشعوب العربية ذاتها اليوم حماس تتصارع مع السلطة الفلسطينية وحزب الله يتصارع مع الجيش اللبناني ومع بقية الفصائل الأخرى المقاومة الحقيقية التي كانت تنمي قدراتها وطاقاتها لخلق توازن الرعب بينها وبين الكيان الصهيوني تم القضاء عليها وحل محلها مجموعة من العصابات التي لا علاقة لها بالهوية الوطنية وسميت مقاومة ظلما وعدوانا وأصبحت هذه المقاومة هي الممثلة للمقاومة العربية والإسلامية لكنها في حقيقة الأمر مفرغت المحتوى وهي لا تواجه الكيان الصهيوني بأي حال من الأحوال بل أصبح حزب الله اليوم يقاتل داخل سوريا وسلاحه أيضا يوجه للمواطن اللبناني وكان بإمكانه لو كان مقاومة حقيقية وهو يتواجد اليوم داخل الأراضي السورية أن يوجه سلاحه إلى الكيان الصهيوني وهو على مقرب منه بل هناك تماس في الحدود بينه وبين الكيان الصهيوني الذي يعتدي على الأمة العربية وعلى مقاوماتها بشكل مستمر كما قلت إيران تعاملت مع هذا الثناء لتشكل ثلاثيا يمزق المنطقة العربية ويحولها إلى ما يسمى بالشرق الأوسط لتكون القدس عاصمة الشرق الأوسط والقدس ليست هنا التابعة للفلسطينيين وإنما القدس التي نقلت الولايات المتحدة الأمريكية عاصمتها إليها اعترافا بالكيان الصهيوني فهذا هو التمدد الحقيقي والتمدد الطبيعي للعلاقة بين أمريكا وإسرائيل وإيران لا شك أن الكثير منكم أعزائي المشاهدين قد قرأ كيف أن الفرنسيين والألمان والبريطانيين والأمريكان وخاصة السفارات كانت تلتقي بالخميني في مقر قامته في باريس وكانوا يخططوا لهذه الأحداث التي وصلنا إليها وكما قتلك تعطى مشروعي للخميني كان لابد من المسرحية الكبرى وهي الاحتلال السفارة الأمريكية في طهران واحتجاز الدبلوماسيين الأمريكيين هكذا خطط الأمريكيون لتحويل الثورة في إيران إلى الثورة الخمينية ولذلك سميت الثورة بثورة فرد دائما الثورات هي ثورات شعوب فلاحظوا كيف تحولت الثورة في إيران من ثورة شعبية لتسمى بهذا الشعب لتسمى بمسمى فرد ليصبح هو القائد لهذه الثورة ولتصديرها باسمه تحديدا فاتفقوا مع الخميني وكما قلت تحديدا مع السفارة الأمريكية في باريس لتحويل ثورة الشعب الطامح للحرية والطامح للعدالة والديمقراطية حولت إلى ثورة رجال دين يسوسون الناس بالنار ويلزمونهم بعقيدة الولي الفقيه أو المتحدث نيابة عن الرب وهذا ما هو حاصل اليوم في اليمن حيث أرادت عصابة الحوثي أن تحول ثورة السادس والعشرين من سبتمبر ثورة الشعب اليمني الأبي وتحول الجمهورية التي حاولت أن ترسم طريقا مختلفا عن طريق الأئمة الذين عاثوا في اليمن فسادا خلال ما يقرب من ألف ومئة عام أرادت هذه العصابة أن ينتكس الشعب اليمني مرة أخرى ويعود إلى عصر الأئمة متقاوزا الثورة والجمهورية بطبيعة الحال القتل لا يعرفون صوت العقل ولا يرون الدنيا سوى مواطن خطر لا بد من قتله أو إسكاته وهذا ما حدث تحديدا في إيران حيث تمت تصفية المثقفين والمفكرين والأكاديميين والإعلاميين ونصبت لهم المشانق وقتل الآلاف ولم يسلم الأطفال كذلك من هذا القتل لأنهم كانوا يرون في هؤلاء الأطفال أنهم سيكونون في المستقبل المعارضين لرقال الدين ولن يستطيعوا أن يمارسوا عليهم الضغوطات فمارسوا عليهم القرن وهذا ما يحدث أيضا في اليمن من قبل هذه العصابة الإجرامية الإرهابية التي ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تدعمها حتى اليوم ويزعم بعض الكتبة مع هذه العصابة بأنهم ضد أمريكا والشعار المعروف الذي يرفع صباح مساء ونحن نقول دائما ونردد دوما بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد أدرجت جمعيات ومنظمات أقل خطورة من عصابة الحوثي الإرهابية الإجرامية في قائمة الإرهاب بل أدخلت أفراد على المستوى الشخصي في قائمة الإرهابين ولكنها لم تدخل عصابة الحوثي في قائمة الإرهاب والإرهابيين لأنها تريد من هؤلاء الإرهابيين أن يدمروا اليمن وأن يعملوا على خلق فوضى في المنطقة تساعد المصانع الأسلحة الأمريكية في الاستمرار في صناعة السلاح والضخب إلى المنطقة هرب الخميني من أزمته في هذه الثورة إلى الحرب مع العراق لأنه لم يكن ليستطاع أن يصمد أمام الاستحقاقات المطلوبة من هذه الثورة كذلك عصابة الحوثي هربت إلى الحرب مع السعودية من خلال حينما حاولت أن تعمل مناورة في الحدود السعودية وبعد ذلك السيناريو المعروف الذي حدث إلى أن أصبحنا أمام حرب ممتدة خلال أربع سنوات هي نفس الطريقة التي خطاها وسارها الخميني تسير عليها هذه العصابة ومع ذلك أقول بأن الشعب اليمني يتربص بهذه العصابة وهو سيخرج يوما ما وهذا اليوم سيكون قريب جدا ولن تفر هذه العصابة ولن تفلت من غضب الشعب اليمني وسينتقم لحقه ولكرامته ولسيادته استودعكم الله إلى لقاء يتقدد اشتركوا في القناة